من رحم المعاناة تولد الإرادة وإصرار من اسمها تشعر بالإنجاز والتحدي إصرار وبعد معاناتها مع مرض الصراع لسنوات طوال استطاعت هذه الفتاة ابنة مدينة بيت لحمة أن تحقق إنجازاً في إكمال دراستها وأن تتخصص في مجال التنمية البشرية والذي تعتبره شيئاً يعكس شخصيتها وحياتها سافرت لدول عدة لتوصل رسالتها للعالم والاكتساب الخبرة من عدة متخصصين يعملون بنفس مجالها إصرار اللحام أيضاً من ذوي إعاقة تعاني من زيادة شحنات كهربائية منذ الصغار بس أنه حبيت أني أشجع نفسي وأشجع مهاراتي بقدر ما المجتمع كان للأسف كان يرفض هذه الأشياء يرفض هذه التشجيعات يرفض دائماً يعطينا سلبيات فهذا الأشياء كان محفز كبير عندي مركزاً يختص بالتنمية البشرية هو حلم تحقق لها حيث استطاعت أن تفتح هذا المركز بعد معاناة كبيرة هذا المركز هدفه تحقيق أحلام الكثير من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة أو لديهم رغبة في تطوير أنفسهم ونجاحات في تطويرهم وأصبح منهم من هو مؤثر في المجتمع وله دوره المهم تعرفت على الصرارة للحام في أواخر 2015 أخذت معها العديد من الدورات وورشات العمل استفدت أكثر من دورة تخطوط الاستراتيجي الشخصي أخذت دبلوم التدريب مدربين طبعاً ساعدني في تدريب أني أقوم بتدريب أشخاص على التصميم يعني هي أعطتني كيف ممكن الشخص يتدرب أو كيف يقف أمام الطلاب أو أمام الجمهور للتدريب تعرفت على المركز هون عن طريق صديق لإلي فكونا جايين مشوار هون بس فمن وقتها أخذت دورة تخطوط الاستراتيجي شخصي هون بالمركز سفدت عليها كثير أعرفت كيف أنظم حياتي وطرقة العمل إلي وخذت إعداد مدرب محترف فمن هون أنا انطلقت بالعمل تحت شعار نعم أستطيع ولا للمستحيل توجه إصرار رسالتها لكل إنسان يريد أن يصبح جزءاً إيجابياً وفعالاً في هذا المجتمع شيء جميل أنه لا للمستحيل فكان هذا برضو أحب أهدي لكل واحد من ذوي إعاقة أنه لا للمستحيل أنه قم إنهض تحرك لا للمستحيل ليس صعباً على أي إنسان أن يصل لحلمه وهدفه ولعل إصرار هو خير دليل على صدق هذا الكلام فكل منا لديه حلم عليه أن يسعى إليه ويحارب من أجله حتى يصل لفضائية النجاح سمح محبوب بيت الحم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر